ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وفد مملكة البحرين في جلسة الحوار التفاعلي في قصر الأمم بجنيب حيث استعرض سعادته تقرير مملكة البحرين الابتدائية للبروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل وأكد وزير التنمية الاجتماعية في كلمته على التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الطفل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها في ظل رؤية الملكية السامية وصلت سعادته الضوء على أبرز ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد التزامها باتفاقية حقوق الطفل بشكل عام والبروتوكولين المكملين لها انطلاقا من الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة على الدوام بكل ما يتعلق بالطفولة وعلى صعيد موضوع الابتزاز الإلكتروني تطرق الوزير إلى إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الفضاء الإلكتروني كما أشار الوزير إلى استحداث منصب مفوط حقوق الطفل في إطار المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة وبصفتها مراقب في اللجنة الوطنية للطفولة كما أكد وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ساهمت في حماية هذه الفئة من الاشتراك في النزاعات المسلحة من جانبهم نوها أعضاء اللجنة بالتقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين على صعيد دعم حقوق الطفل